اشتركوا في القناة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان الكلام حول الحديث الأول من باب العرش والكرسي من كتاب الكافي الشريف وهذا الحديث يتضمن سؤالا للجاثليق وهو كبير النصارى حيث سأل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عن أن الله سبحانه وتعالى محمول أو حامل للعرش وهنا أراد أن يطرح شبهة هل الله جالس على العرش والعرش يحمله ثمانية من الملائكة وهذا معنى ذلك أن الله محمول هل تقولون أن الله محمول وإذا تقول أن الله ليس بمحمول فما تقول في الآية الشريفة التي تقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فأراد الجاثليق بهذه الطريقة أن يطرح شبهة وينقض الإسلام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في جوابه يبين أن الله سبحانه وتعالى ليس محمول ويفسر الآية الشريفة تفسيرا صحيحا يبين المعنى الحقيقي لهذه الآية الشريفة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وحاصل الكلام هو أن الله سبحانه وتعالى أوجد جميع الأشياء كما قال خالقوا كل شيء فكل الأشياء الله سبحانه وتعالى خلقها استمرار وجود هذه الأشياء أيضا متوقف على إرادة الله سبحانه وتعالى ليس كما قالت اليهود يد الله مغلولة أنه خلق العالم لكن الآن لا يتمكن من التغيير فيه تعالى الله عما يقولون وإنما كل يوم هو في شأن كما أن الله سبحانه وتعالى خلق كذلك وجود الأشياء استمرار الأشياء يتوقف على إرادة الله سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالت إن أمسكهما من أحد من بعده فإذن الله سبحانه وتعالى الحامل لكل شيء بمعنى الممسك لهذه الأشياء وليس محمولا وأما الآية التي تقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فالجواب على ذلك أن الله سبحانه وتعالى ليس جالسا على العرش جلوسا كجلوس نحن على الكراسي مثلا تعالى الله عن ذلك لأن هذا يستلزم التجسيم ويستلزم الحد ويستلزم أن يكون المخلوق الذي هو العرش أكبر من الخالق وكل ذلك دل القرآن والعقل على بطلانه وأما المجسمة من المسلمين أو من منتحلي الإسلام فهؤلاء حذوا حذوا أهل الكتاب في تجسيم الله سبحانه وتعالى وَلَمَّا أَرَادُوا إذا الله جالس على العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية معنى ذلك يكون الملائكة يحملون الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله من هذا الكلام فإذن الله سبحانه وتعالى ليس جالسا على العرش وإنما الرحمن على العرش استوى يعني الله مسيطر على الملك لا يخرج شيء عن ملك الله سبحانه وتعالى ولا إرادة أمام إرادة الله سبحانه وتعالى هذا أولا وثانيا للعرش معاني مختلفة كما أن للكرسي معاني مختلفة أحد المعاني أو إحدى المعاني الجسم المحيط بالوجود أجمع الله سبحانه وتعالى خلق الوجود بشكل أجسام لأنه لا مجرد من المادة إلا الله سبحانه وتعالى وأما سائر المخلوقات فكلها أجسام قد تكون أجسام كثيفة كالتراب مثلا وجسم الإنسان وما نراه من الأمور وقد تكون لطيفة وهذه الأجسام اللطيفة أيضا درجات قد يكون لطفها بمقدار اللي يشعر به الإنسان كالهواء الهواء جسم لطيف هو جسم ليس ليس مجردا عن المادة هو شيء مادي ولكنه لطيف لا تراه بعينك الهواء لكن تشعر به باللامسة حينما يصيب الهواء جسمك فهذا جسم لطيف لكن لطافته ليست بحد بحيث لا يشعر بها الإنسان وإنما يشعر بها الإنسان بإحدى حواسه وقد تكون اللطافة أكثر كالجن الجن جسم لطيف هو جسم ليس مجردا لكنه جسم لطيف لكن الإنسان بحواسه الخمسة لا يمكن أن يدرك الجن أنت لا يمكن أن ترى الجن أو تسمع أو تلمس أو تذوق أو تشم إلا إذا صار جسمه كثيفا وكذلك الملائكة الملائكة أجسام لطيفة لا يمكن أن تشعر بها بالحواس إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى بأن يتحول الملك إلى جسم كثيف كهاروت وماروت هاروت وماروت نزل في الأرض وهما ملكان وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ملكان تحولا من جسم اللطيف إلى جسم كثيف بإرادة الله سبحانه وتعالى أو جبرايل في بعض المرات كما في الأحاديث التي رواها الفريقان كان يظهر بشكل دحية الكلبي فكان يراه الناس ولكن بهذه الكيفية هذا أيضا نوع من الأجسام اللطيفة إذن كل الوجود أجسام يعني مادة أشياء مادية والعرش والكرسي محيطان بالوجود أجمع هذا العرش المادي الذي جعله الله سبحانه وتعالى مركزا لانطلاق أوامره هذا أحد المعاني للعرش والكرسي طبعا العرش والكرسي جسمان أحدهما محيط بالآخر وكلاهما محيطان بكل الوجود المعنى الآخر للعرش والكرسي السلطة تعبير مجازي يكون عن السلطة بالعرش والكرسي كما نقول جلس الرئيس على كرسي الرئاسة قد لا يكون هناك كرسي المراد أنه سيطرة على الأمور وأيضا من معاني العرش والكرسي العلم هذا أيضا من المعاني في هذا الحديث الإمام عليه الصلاة والسلام يشير إلى هذا المعنى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية المراد أو أحد المعاني من العرش هنا العلم يعني الله سبحانه وتعالى حمل هذا العلم إلى ثمانية فإذن الجسم المادي المحيط بكل الوجود هذا يحمله ثمانية من الملائكة أما العلم يحمله ثمانية من البشر في حديث آخر ذكر أسماء هؤلاء أربعة من الأولين وأربعة من الآخرين من الأنبياء السابقين هؤلاء الأربعة وأربعة من الآخرين يعني الرسول وأمير المؤمنين والإمام الحسن والإمام الحسين عليهم الصلاة والسلام وكذلك سار الأئمة هؤلاء أيضا علومهم استقوه من هؤلاء التفصيل إلى إن شاء الله في المستقبل سنصل إلى هذا الموضوع فإذن العلم الله سبحانه وتعالى حمله لثمانية من أوليائه فليس في الآية دلالة على أن الله جالس على العرش وأن العرش حمله ثمانية بحيث يكون الله سبحانه وتعالى محمولا وبذلك تنحل الشبهة إحنا قسم من هذا الحديث الشريف ذكرناه في الحلقة الماضية القسم الآخر من هذا الحديث ويتضمن سؤالا آخرا كأنه سؤال استطراضي عن مكان وجود الله هذا أيضا بعد أن نكمل هذا المقطع نشرح هذا القسم من الحديث أيضا فإذن الإمام عليه الصلاة والسلام يقول فكل شيء محمول والله تبارك وتعالى الممسك لهما أن تزولا والمحيط بهما من شيء يعني أي شيء أي وجود مخلوق الله سبحانه وتعالى يمسك ذلك الشيء بمعنى أن استمرار وجوده أيضا يتوقف على إرادة الله سبحانه وتعالى وفي هذا المقطع من كلام أمير المؤمنين إشارة إلى قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده يعني الله سبحانه وتعالى قبل يوم القيامة يفني الأشياء أجمع يفني الأشياء أجمع كل شيء هالك إلا وجهه فحينما يفني الأشياء أجمع منها السماوات والأرض يفنيها ثم في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يرجع الأشياء أجمع وأيضا ينشر الناس فإذا الله سبحانه وتعالى أراد أن تزول السماوات والأرض هل هناك إرادة تقف أمام إرادة الله سبحانه وتعالى كلا إذا الإمام يقول فكل شيء محمول والله تبارك وتعالى الممسك لهما أن تزول يعني الله هو الحامل لهذه الأشياء لكن الإمام ما استعمل كلمة الحامل وإنما استعمل كلمة الممسك لأن كلام النبي والأئمة عليه وعليهم الصلاة والسلام مقتبس من كلام الله سبحانه وتعالى هذا بين قوسين نذكره الأئمة عليهم الصلاة والسلام أدبهم الكلام هو أدب القرآن لذا أنتم عندما تلاحظون مثلا نهج البلاغة هذا نهج البلاغة هو في الواقع تفسير للقرآن الكريم كلمات الإمام عليه الصلاة والسلام كلها مقتبسة من القرآن حتى الألفاظ بس واحد لازم يروح يدور يلقي أن الإمام عليه الصلاة والسلام في كلامه يشير إلى أي آية والله سبحانه وتعالى الممسك لهم أن تزول والمحيط بهما يعني إحاطة علم وقدرة الله سبحانه وتعالى يحيط بكل الأشياء هذا الكلام سبب أن الجاثليق يسأل سؤال آخر عن مكان وجود الله إذا محيط بكل شيء يعني ليس داخل الأشياء الله نور السماوات والأرض أصل الوجود من الله سبحانه وتعالى وهذا المقطع ونور كل شيء إشارة إلى ذلك يعني كل الوجودات بإرادة من الله سبحانه وتعالى وجدت بعد أن لم تكن ثم استمرارها أيضا بإرادة من الله سبحانه وتعالى فقوله حياة كل شيء إشارة إلى استمرار الأشياء في الوجود وقوله ونور كل شيء إشارة إلى أصل وجود الأشياء فلذلك يتبين أنه بعض من يزعم أنه بعض الأشياء ليست مخلوقة لله سبحانه وتعالى فهذا يخالف القرآن ويخالف كلام الرسول صلى الله عليه وآله القرآن يقول خالق كل شيء لا يوجد شيء هو ليس بمخلوق لله سبحانه وتعالى بعض العامة يروون حديثا ويصححه ابن تيمية أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق أين كان هذا السؤال هكذا يروون عن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في عماء فوقه هواء تحته هواء قبل أن يخلق الخلق معنى ذلك أنه هذا الهواء اللي فوقه والهواء اللي تحته لم يكن مخلوقا هذا نتيجة الكلام لأن السؤال أنه أين كان قبل أن يخلق الخلق فوقه هواء تحته هواء القرآن الكريم ويخالف الروايات كان الله ولم يكن معه شيء هذا الهواء مخلوق لو لم يكن مخلوق إذا هو ليس بمخلوق فمعنى ذلك أن هناك شيء ليس بمخلوق لله إضافة إلى الأباطيل الأخرى الذي يتضمنه هذا الكلام المفترى على رسول الله صلى الله عليه وآله بحيث أن الله سبحانه وتعالى يكون محاط بالأشياء أن تكون هذا الهواء أكبر من الله سبحانه وتعالى يستلزم الحد لله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك من التوالي الفاسد لهذا الكلام المفترى لكن نحن نقول أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء كما يقول سبحانه خالق كل شيء واستمرار وجود الأشياء أيضا متوقف على إرادة الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا الله منزه عن التجسيم الذي يقولونه الله منزه عن المحمولية التي يقولونها الله منزه عن الأباطيل التي يقولونها متمسكين بالآيات المتشابهة ومؤولينها بما يريدون وفي قلوبهم زيق فعمى الذين في قلوبهم زيق فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله مادام أن الإمام عليه الصلاة والسلام ذكر هنا والمحيط بهما الله سبحانه وتعالى محيط بالسماوات والأرض هنا يجي السؤال وهو سؤال استطراضي لأن أصل الكلام كان حول أن الله سبحانه وتعالى ممسك للأشياء أو هو محمول كما زعم الجاثليق لكن حينما الإمام عليه الصلاة والسلام ذكر أن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء هنا الجاثليق يجي يسأل سؤال فقال أخبرني عن الله عز وجل أين هو إذا هو محيط بكل الأشياء وين هنا الإمام عليه الصلاة والسلام يبين يقول الله سبحانه وتعالى في كل مكان لا بمعنى الحلول في المكان الآن مثلا أنت تشوف الهواء مثلا موجود في كل مكان لكن هذا حلول يعني حل الهواء في هذه الغرفة لماذا لأن الهواء جسم مادي هذه الغرفة أيضا جسم مادي فحل جسم مادي في جسم مادي آخر الله سبحانه وتعالى حينما نقول في كل مكان أو في آية ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان والإمام عليه الصلاة والسلام يستشد بهذه الآية ليس المراد المعية المكانية بمعنى الحلول وإنما المراد إحاطة الله سبحانه وتعالى علما وقدرة بكل الأشياء علم الله وقدرته أحاطت بكل شيء لا بمعنى أن الله موجود في المكان لأن المكان مخلوق لله ولا يعقل أن يكون المخلوق يحيط بالخالق فقال أمير الممين عليه الصلاة والسلام هو هاهنا وهاهنا وفوق وتحت ومحيط بنا ومعنا الله سبحانه وتعالى في كل مكان قوله هاهنا وهاهنا لعل الإمام أشار إلى الأمام أو الخلف أو أشار إلى أماكن كان يراها الجاثليق نقول الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان في السماء في الأرض يسار يمين أمام خلف في كل مكان موجود لكن ليس بمعنى الحلول هذا الأمر بيناه سابقا لكن بعض الأحيان إحنا بعض المطالب نشير إليها أو نكررها باعتبار أنه ليس كل من يرى هذه الحلقة قد رأى الحلقات الماضية وهذه مسائل عقائدية مهمة يجب أن تبين بشكل صحيح لذلك قد نثر إلى بعض التكرار في بعض الأحيان أو الإشارة إلى ذلك الله سبحانه وتعالى ليس جسما حتى يحل الحلول هذه من صفة الأجسام الهواء حل في هذه الغرفة السكر حل في الماء مثلا أنت تأتي بماء أو شاي وتلقي فيه سكر يحل فيه حلولا أو الأمواج مثلا الإذاعية هذه تحل في كل مكان هذا حلول جسماني لأن الجسم حل في جسم آخر وهذا المعنى مستحيل بالنسبة لله سبحانه وتعالى لأنه ليس بجسم إذا لم يكن جسما فلا معنى للحلول أصلا حسب التعبير يكون سالبة بانتفاء الموضوع فحينما نقول إن الله سبحانه وتعالى مع كل شيء ليس المراد المعي المكانية كما نقول زيد مع عمر مثلا أو الهواء معنا في كل مكان أنت أي مكان ذهبت الهواء موجود معك ليس بهذا المعنى وإنما بمعنى أن علم الله سبحانه وتعالى وقدرته محيطة بكل الأشياء أو بتعبير آخر كما يقوله بعض العلماء إنما يكون الحلول إذا كان هناك جسمان ماديان فحينئذن لرفع التزاحم بينهما نقول إن هناك حلول جسم حل في جسم وليس اتحاد حقيقي لأنه لولا ذلك لكان هناك تزاحم ووجود الله مجرد عن الماد فلا تزاحمه الماد حتى يحل الله سبحانه وتعالى في تلك الماد أو تحل تلك الماد في الله سبحانه وتعالى لأنه ليس بجسم وليس بمادي فلا معنى للحلول حينئذن وإنما إحاطة علم وقدرة لذا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية التي يستشهد بها الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ماذا يقول ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم يعني إذا ثلاثة يتكلمون بصوت خافت يتناجون بينهم يذكرون شي سري بينهم إلا هو رابعهم الله سبحانه وتعالى يعلم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك إذا ثنيا مثلا ولا أكثر سبعة مثلا إلا هو معهم أينما كانوا سواء كنت تحت الأرض فوق الأرض شرق غرب شمال جنوب في السماء في الأرض الله سبحانه وتعالى معهم أينما كانوا ودهنا المجسمة يقعون في تناقض لأن المجسمة يعتقدون أن الله جالس على العرش جلوسا حقيقيا يعتقدون بهذه العقيدة الباطلة ويستدلون بالآية المتشابهة قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقد ذكرنا أن الاستواء هنا بمعنى السيطرة وتفصيل قد برسا سابقا زين إذا الله جالس على العرش كيف هذه الآية تقول ولا أكثر من ذلك إلا هو معهم أينما كانوا أنت الآن في الغرفة الآية تقول الله معك زين إذا أنت الله معك في الغرفة فكيف هو جالس على العرش هنا يقعون في تناقض ويقولون الكلام غير المعقول مثل النصارى اللي عندما يقول أن الله واحد وهو ثلاثة تقول له زين هذا خلاف العقل أن يكون واحد ثلاثة ما يصير لو واحد لو ثلاثة جواب النصارى شنو هو يقولون أنه هذه أمور فوق العقل وهذا طريقة الاستدلال طريقة باطلة وإلا كل واحد يذكر كلام غير معقول بعد ذلك يقول أنه فوق العقل مرة العقل لا يدرك شيئا مرة يدرك بطلان شيء العقل يدرك بطلان أن الواحد لا يمكن أن يكون ثلاثة نعم قد يكون هناك العقل يقول أنا لا أصل إلى هذا الشيء لكن البرهان يدل عليه لا بأس بذلك مثل ما نحن نقول أن الله موجود لكن حقيقة وجود الله سبحانه وتعالى لا ندركها مو أنه فتشي خلاف العقل العقل لا يدرك تلك الحقيقة لكن العقل يسلم بذلك الوجود لأنه لا يعقل أن يكون أثر بدون مؤثر زين تقول لهذا المجسم الله سبحانه وتعالى حسب زعمك جالس جلوس حقيقي على العرش وأيضا الآية تدل وهو معكم أينما كان وهو معهم إلا هو معهم أينما كانوا فالله سبحانه وتعالى أيضا في هذه الغرفة كيف يكون هو جالس على العرش وهو في هذه الغرفة يقول هذا دخول في الكيف ونحن لا ندخل في الكيف صحيح أن الله سبحانه وتعالى لا كيف له بلا كيف لكن هذا الكلام الذي تقوله خلاف العقل ولا يُعقل إلا إذا كان إذا كان وجود متمدد فحينئذ إذا كان وجود متمدد ليس جالسا على العرش حسب زعمه لماذا؟ لأن قسم كبير من وجوده متمدد في مكان آخر وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا فإذا وهو معهم إلا هو معهم أينما كانوا نقول الله موجود في كل مكان ليس بمعنى أنه جسم وحل في الأماكن كلا وإنما معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى مسيطر على الأشياء كلها يعلم بها كلها وقادر عليها كلها وليس حلولا زين أين الله سبحانه وتعالى ذكرنا أن أين سؤال عن المكان والله هو خالق المكان فلا يصح أن نقول أين الله الله سبحانه وتعالى موجود محيط بالوجود أجمع ولا مكان له لأن المكان مخلوق له ولا يعقل أن يحيط المخلوق بالخالق إذن فالكرسي الإمام يقول محيط بالسماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى هذه إشارة إلى آية أيضا وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله سبحانه وتعالى لا يشق عليه لا يؤوده يعني لا يشق عليه حفظ السماوات والأرض أو آية أخرى يستدل بها الإمام وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفه يعني إحاطة الله إحاطة علم لذا الإمام استدل بهذه الآية وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفه تارة تارة أنت تتكلم مع صديقك بكلام سري هذا السري يصير تارة لا تتكلم وإنما تضع ذلك شيء في قلبك ولا تفوخ به أبدا هذا يصير أخفى هذه إحاطة علم الله سبحانه وتعالى وأما إحاطة قدرة الله سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده يعني لا يشق عليه حفظهما يعني السماوات والأرض وهو العلي العظيم هنا هذا السؤال الاستطراضي ينتهي الإمام يرجع ويؤكد على الجاثليق أن العرش من معانيه العلم وهذا العلم يحمله ثمانية فليس المعنى أن الله سبحانه وتعالى محمول وثمانية يحملونه وأيضا العرش إذا كان بمعنى هذا الجسم المادي فيحمله ثمانية من الملائكة ولكن ليس بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جالس على ذلك العرش هذا خلاصة شرح هذا الحديث الشريف الإمام عليه الصلاة والسلام يبين بعد ذلك أن هذا العلم الذي حمله الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الثمانية منهم إبراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام لأنه كما ذكرنا أربع من الأولين وأربع من الآخرين ويستشد الإمام بهذه الآية وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين بعد ذلك الإمام يلخص كلامه لأنه آخر الكلام إذا كان تلخيص للكلام هذا يكون أوقع في النفوس وأبقى في الأذهان لذلك يشوف المتكلم بعض الأحيان يلخص كلامه ليش لأنه الخلاصة ستبقى عالقة في أذهان المستمعين بعد ذلك الإمام يلخص الكلام بهذه العبارة وكيف يحمل حملة العرش الله يعني هذا كيف يعقل أن نقول أن حملة العرش يحملون الله وبحياته حيت قلوبهم يعني الله سبحانه وتعالى وجودهم منشأ لوجودهم والاستمرارهم في الوجود وبنور احتدوا إلى معرفته والمعرفة التي لهم هي إنما هي من الله سبحانه وتعالى فكيف يعقل أن يكون هؤلاء يحملون الله سبحانه وتعالى بحملهم للعرش أصل وجودهم من الله وأيضا استمرار وجودهم من الله وأيضا علمهم من الله فلا يعقل أن تفسر الحمل هنا بحمل لله سبحانه وتعالى وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد الأشياء وهو الذي يبقي الأشياء ولا يحتاج إلى مكان لا يحتاج إلى جلوس يحتاج إلى أن تراجع الراسخين في العلم لكي تفهم المعاني الآيات القرآنية وإلا المجسمة فلأنه كان في قلوبهم زيق فاتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله بما يتطابق مع هواهم وبما يتطابق مع ما ألقي إليهم من أمور ألقاها أهل الكتاب ككعب الأحبار وأمثاله وحرفوا المسلمين عن التمسك بالثقلين القرآن والعترة فلم يأخذوا من العترة ففسروا القرآن تفسيرا خاطئا فظلوا وأظلوا نسأل الله سبحانه وتعالى لعصمة لنا ولكم بالتمسك بالقرآن وبالراسخين بالعلم حملة القرآن هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم يأخذوا من العترة